السلام عليكم. طبعا راح نكمل بالسامبلينج ديستريبيوشن. يعني هاي محاولة اني اعمل لكتر نوتس. اعملت جزء منها. ففي عندنا هون يعني حكينا بنحكي اليوم عن شوي عن الكاي سكوير كيف مستخدم الجداول تبعته. فالكاي سكوير حسب التعريف تبعنا هو حالة خاصة من الجامة ديستريبيوشن لما يكون فيها البراميترز عبارة عن الالفة ان على اثنين والبيتا تساوي اثنين. طبعا اذا كانت الان انتجر بسمي البراميتر ان ديغريز اوف فريدم. طبعا وحتى لو كانت الان مش انتجر برضو بنسميه ديغريز اوف فريدم. بس بصير التعامل معها صعب جدا. لانه ما فيش عندي جداول تتعامل بهذه الصور. فبقولي اذا كاي سكوير is a special case of a gamma distribution. with parameters آآ الفة تساوي ان على اثنين. آآ وبيتا تساوي اثنين. اذا كانت الان تساوي واحد بصير عندي كاي سكوير ون يعني with كاي سكوير فبصير التوزيع تبع المجموع تبعهم يعني مجموع كاي سكوير بنقدر نكتبها هيك. مجموع آآ كاي سكويرز يعطي كاي سكوير ايضا. طبعا هون لو قلنا كاي سكوير with one degrees of freedom. آآ خا نقول كاي سكوير وان هون. بيكون هون كاي سكوير ان لو كان عندي ان من الآآ الراندم فاريبلز. آآ طبعا هذا بتستخدم المومن جرنتي فانكشن اللي اخذناه في الترانسفورميشن. في نظريات كثير على الكاي سكوير طبعا مش كلها مطلوب اثباتها. بس نعطيك اياك نظريات آآ في بعضها راح نحتاجه بعضها يمكن ما نحتاجه اوش بس المين للكاي سكوير. آآ بيكون ان اللي هي النمبر of degrees of freedom. والفاريانس بيكون اللي هو آآ سيجما سكوير آآ بيكون تو ان. اذا المين هو ان والفاريانس تو ان. هاي بالنسبة للكاي سكوير ان ديجريز وفيدم. شو ما كان؟ اذا لو قلت كاي سكوير وان بيكون ايكس وان والفاريانس تو. لو قلت كاي سكوير عشرة بيصير عشرة وعشرين وهكذا. الان لو كان عندي تو راندم فاريابلز واحد منهم كاي سكوير. with in one degrees آآ degrees of freedom. اه ومجموع الاثنين كاي سكوير within degrees of freedom. فالفرق بين التو راندم فاريابلز ال اكس وال وال واي. ال اكس وان وال واي. راح يكون راندم فاريابل جديد بيخطى على كاي سكوير with in minus آآ in one degrees of freedom. طبعا الان لازم تكون اكبر من الانوان. طبعا هاي النظريات انا بقراءها قراءة لانه حسب حاجتنا الها. راح نستخدمها. الان برضو مربع النورمال كاي سكوير. مربع النورمال كاي سكوير. واخذناها ظنب الترانسفورميشن. واثبتنا انه لو كان عندي اكس is نورمال او زد is normal zero one. فالزد سكوير كانت كاي سكوير with one degrees of freedom. طبعا عن طريق المومنت جاناتي من فانكشن نقدر نثبت انه اه المجموع الكاي سكوير بعطيني مجموع الكاي سكوير ديجريز اه with degrees of freedom one. بعطيني كاي سكوير with degrees of freedom n. الان اهي النظرية برضو مهمة هون. نظرية هاي اللي راح نحكي عنها الان. لو كان عندي اكس وان ابتو اكس ان اي اي دي نورمال ميو سيجما سكوير. فبكون عندنا طبعا عارفينه ان الاس سكوير هي مجموع الاكس اي. ناقص اكس بار الكل تربيه على الناقص واحد هاي. المجموع هاذ اللي هو الاس سكوير لو ضربته في الناقص واحد وقسمته على السيجما سكوير طبعا السيجما سكوير اللي هي اله الفيريانس للنورمال او الفيريانس للإكس اللي عندنا. هذي بكون توزيع الراندم فاريبل الجديد هاذ طبعا هو راندم فاريبل. هذا الكاي بكون توزيعه كاي سكوير وذين ماينس وان ديجريز الفيريانس. الان. الاس بار والاس سكوير بكونوا اندبندنت. انا بهمني الجزء الاول من النظرية اكثر من غيرها بدي اعرف انه الان ماينس وان. على سيجما سكوير بكون مضروبة في اس سكوير بكون توزيحة كاي سكوير وذين ديجريز فريدم. طبعا والاس بكونوا كمان اندبندنت. الان. لو كانت اكس قاما الف وبيتا. يعني عندي راندم فاريبل. اه كان توزيعه قاما الف وبيتا. وعملت ترانسفورميشن اللي هو اثنين اكس على بيتا. طبعا بتقدر تستخدم. الترانسفورميشن. الجاكوبين ترانسفورميشن او اذا بتعرف السي دي اف او او اذا باي طريقة. طبعا المو مال جريتك فانكشن هون صعبة. اه السي دي اف صعبة بتكون اخذ الجاكوبين فور وان راندم فاريبل. الجاكوبين فور وان راندم فاريبل. يعني بتطبقها بس بتطلع عندك الجاكوبين ماتريكس هي وان باي وان ماتريكس. فبكون فيها الحالة الواي تساوي اثنين اكس على بيتا. تخضع لتوزيع كاي سكوير دي اف صعبة كاي سكوير. طبعا هاي كبرناها بس مشان نوضحها اكثر لكم مشان يشوفوها اكثر. مثال لو كان عندي X1 up to X5 normal 5 1 يعني X1 normal 5 1 X2 normal 5 1 X5 normal 5 1 كلهن إلهن نفس المين يعني هن بقدر أكتبها هون Mu 1 تساوي Mu 5 تساوي 5 و Sigma تربيع 1 إلى Sigma تربيع 5 تساوي 1 هذول ما نسميهم Identically Distributed يعني ممكن يكونوا independent ممكن ما يكونوا independent بس بالعادة احنا نعتبرهم independent مش هنسهل علينا الحساب بدي أوجد قيمة A بحيث أن احتمال مجموعة XI ناقص 5 لكل تربيع من I تساوي 1 إلى 5 أقل أو تساوي A تساوي 9 بالعشرة طيب الآن XI تخضع لتوزيع normal 5 1 اللي هو حسب التعريف اللي عندنا أو حسب نص السؤال اللي عندنا الآن لو طرحت خمسة وقسمت على واحد طبعاً احنا هنا منطرح منطرح منقول XI ناقص ميو على سيجما هاي اللي هي XI ناقص 5 على واحد تخضع لتوزيع normal 0 1 صار standard normal الآن معناها XI ناقص 5 تخضع لتوزيع normal 0 1 الآن XI ناقص 5 لكل تربيع تخضع لتوزيع chi سكوير واحد حسب النظرية اللي أخذناها الأولى اللي هون اللي بالصفحة برأس الصفحة الآن معناه مجموع XI ناقص 5 لكل تربيع يخضع لتوزيع chi سكوير with 5 degrees of freedom برضو النظرية الأولى اللي برأس الصفحة الآن صار عندي probability of مجموع XI ناقص 5 لكل تربيع قل أو تساوي 8 تساوي 9 بالعشر طبعاً حطيت 9 بالعشر في البداية اللي هي هاي طبعاً بس مشانا أورجيكم الشغلة هون هسا بجدول الكاي سكوير جدول الكاي سكوير بعطيني upper tail area بعطيني المساحة أعلى مساحة أعلى بس أنا بدي معطيني هو أنا معطيني أنه المساحة اللي أقل هي 9 بالعشر فبنرجع شوي لهون منقول حتى أحول الإشارة هاي الأقل اللي عندي هون إلى أكبر كل ما علي أني أعمله أقول 1 ناقص بصير 1 ناقص احتمال مجموعة XI ناقص 5 الكل تربيع أكبر من A الآن هاي بطلحها من الجدول هذا الجزء بطلعه من الجدول فصار عندي احتمال XI ناقص 5 لكل تربيع أكبر من A تساوي 1 بالعشرة هاي هون إذن بروع على الجدول على سوى الواحد بالعشرة على خمسة ديجريز فريد ملاحظ المساحة الأعلى هاي الواحد بالعشرة هي المساحة فوق A مساحة فوق A الآن الديجريز فريدم تساوي 5 يعني توزع كاي سكوير 5 يعني ديجريز فريدم خمسة فبروه على الجدول لتحت شوي على كاي سكوير على خمسة ديجريز فريدم مع الواحد بالعشرة طبعا خليني نقلب هاي الصفحة إذا قلبتها ممتاز ممتاز هيك هاي الخمسة وهاي الواحد بالعشرة هون هاي الواحد بالعشرة هون وهاي الخمسة لأن نقطة تقاطع هن اللي هي 9.236 بالألف هاي اللي هي بتكون قيمة ا 9.236 بالألف فبنطلع للصفحة اللي قبلها فصارت فصارت تساوي 9.236 بالألف الان هاي الجدول نرجع مرة ثانية لمثال آخر بدي أوجد قيمة اكس نوت بحيث انه اكبر من اكس نوت تساوي 9 95% الآن باعتبار انه الاكس نوت الاكس هي كاي سكوير طبعا ما لش انا بدي اعتبر هون الاكس هلين نكتب نص السؤال فوق بلا شون let اكس ب كاي سكوير 20 كاي سكوير 20 find اكس نوت such that pro x اكبر من x نوت تساوي اه 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 صدعت pro to x اكبر من x نوت تساوي 95% 95% الآن هذه مباشرة اكس اكبر من x نوت فا ارجع على الجدوى المباشرة هون اعجي اكس اكبر من على 20 اكس اكبر من x نوت اه اه ما لش دقيقة قوة بعطيني 10.851 بالالف فاكتب هون 10.851 بالالف 851 بالالف اذا 10.851 بالالف هاي قيمة اه الاكس نوت اه 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 اثنين رول توف اكس اقل من 12.443 برضو على 20 ديجريز هذا المكان لان بطلع لفوق بشوف شو المساحة اللي اعلى منها بشوف المساحة هون على الصف اللي بجنب 95 بالميل وتسعة بالعشرة فبرو على الصفحة البعدها وبقول انه المساحة هاي راح اصير لاحظ انا هون معطيك اقل فبغ المتممة تبعتها فمباشرة بكتبها هي بقول برول توف اكس اكبر من 12.443 تساوي اه طلعناها تسعة بالعشرة اذا الاحتمال اللي بدنا اياحنا راح يكون واحد ناقص تسعة بالعشرة اللي هو واحد بالعشرة المثال نوعا ما اصعب شوي هون لت اكس وان ابتو اكس 10 بنورمال ميو وثمانة بالعشرة اذا معطيني هون هاي اللي هي السيجما سكوير الثمانة بالعشرة هي السيجما سكوير مش معطيني قيمة الميو فايند a b such that احتمال احتمال اقل من s سكوير اقل من b تساوي 9 بالعشرة a اقل من s سكوير اقل من b تساوي 9 بالعشرة طبعا الان بدي انا بيعرف انه n ناقص 1 على sigma سكوير في s سكوير تخضع لتوزيع k سكوير with n minus 1 degrees of freedom وعندي السيجما تربيع هي ثمانة بالعشرة وال n عشرة فصار عندي n ناقص 1 9 على ثمانة بالعشرة s سكوير تخضع لتوزيع k سكوير 9 اللي هو degrees of freedom طبعا لما بقول عشرة معناها degrees of freedom هون راح تكون 9 فصار عندي احتمال a ب اقل من s سكوير اقل من 9 بالعشرة حسب ما هم عطينا بالسؤال هاي بقدر اكتبها الان بقدر اضرب في 9 على 8 بالعشرة مشان احول الجزء اللي عندي هون الى k سكوير هذا الجزء مشان نحول الى مقدار يخضع او random variable يخضع لتوزيع k سكوير with n minus one degrees of freedom اللي هي 9 فصار عندي احتمال a اقل من s سكوير اقل من b تساوي احتمال 9 على 8 بالعشرة في a هاي a هون اقل من 9 على 8 في s سكوير هايلي هي k سكوير 9 اقل من 9 على 8 بالعشرة في b يعني الان راح اجزئ ها الى جزئين 9 هذا k سكوير صار سكوير عفوا عفوا هون 9 لازم يكون في عندي 9 على 8 بالعشرة هاي بقدر اكتبها هون بدل s سكوير بقدر اكتبها بالصورة هاي k سكوير 9 او x سكوير يعني اي متغير يخضى لتوزيع k سكوير فصارت k سكوير k سكوير اكبر من 9 على 8 بالعشرة تساوي 5 بالمئة لان لاحظ احنا ارسمها مرة ثانية هون مشان التوضيح بس هذا توزيع k سكوير بالصورة هاي لان هاي a وهاي b بينهم 9 بالعشرة طبعا على الاطراف رح يقضل 1 بالعشرة الواحد بالعشرة باكسمها بالنص هاي 1 بالعشرة على 2 وهاي 1 بالعشرة على 2 يعني 5 بالمئة 5 بالمئة فصار لاحظ احتمال اكس اكبر من اي هون اذا بتلاحظ اكس اكبر من اي رح صير 9 بالعشرة وال 5 بالمئة اللي هون رح صير 95 بالمئة فال kai سكوير اللي عندي هون اكبر انا ما اخذها بالبداية هون اكبر من 5 بالمئة لاحظ هذا الجزء اللي هو الجزء اللي عندي هون هذا الجزء اللي هو 5 بالمئة فصار 9 على 8 بالعشرة بي طبعا ديغريز وفريدم هون 9 9 8 بالعشرة بي الروع الجدول بدي اشوف kai سكوير 9 لما المساحة فوق 5 بالمئة kai سكوير 9 مع 9 ديغريز فريدم نوضح اكثر 9 ديغريز وفريدم هيا مع 5 بالمئة هاي الخمس بالمئة اذا بتلاحظ هون فالجواب بطلع 16 فاصلة 919 16 فاصلة 919 ننزل لتحت فصار عندنا 16 فاصلة 919 اللي هي 9 على 8 بي الان 9 8 بتطلع 90 على 8 يعني رح تكون 10 11 و ربع بضرب 11 ربع في 6 أو عفوا بقسم 16 919 على 11 وربع بطلع عندي قيمة بي اللي هي 1.504 اذا هاي قيمة بي لان قيمة ا دي طلع ها قيمة ا 9 على 8 بال 10 s square هاي برضو نفس الاشي نفس القصة k square 9 اكبر من ا لاحظ الان لو اجيت نظرت لهون هاي اللي هي اكبر من ا هاي المنطقة كلها اللي هي 9 بال 10 هذول الموجودات هون زائت 5 بال 100 فبصير 95 بال 100 نفس الاشي بالجدول 9 على 8 بال 10 a تساوي بشوف الكاي square 9 قيمة الكاي square 9 مع المساحة فوق 95 بال 100 تطلع 3.325 يعني a تساوي تقريبا 3 بال 10 يعني هون بقدر احط 3 بال 10 وهون 1.5 تقريبا اذا من 3 بال 10 الى 1 و 1 و و 1 1 1 و و و و 1 و 1 و 1 الان لو طلب عندنا احنا منعرف انه لما x1 up to xn normal mu sigma square اا في عندي الاس square اللي هو مجموعة x i ناخص x bar كل تربيع على n-1 بدي اطلع الاسباكتد value بالله بدي اثبت انها تساوي n-1 square او 5 طبعا في طريقتين للاثبات راح ابدأ بالطريقة الاولى هون اللي موجودة امامنا اا الان المجموع اللي عندي هون مجموع x i ناقص x bar كل تربيع على n-1 بقدر اكتبه مجموعة لXI تربيع ناقص NXPAR لكل تربيع على N-1 طبعا حتى تصل من الخطوة هاي للخطوة هاي بدك تفك الأقواص بتعمل شوية شغل عليها Manipulation وتثبتوها راح أتركها لكم فالExpected Value لهذا المقدار الـ S2 راح حصير الExpected Value لهذا المقدار الExpected Value الثابت إذا فيه ثابت بطلع براه وبتوزع على المجموع فبصير عندي expected ذلك المجموع XI2 على ناقص N على النقص 1 طبعا هون فيه 1 على النقص 1 XBAR SQUARE الآن 1 على N-1 مجموع XI2 ناقص N على N ناقص 1 XBAR SQUARE طبعا ليش الـ N هون طبعا لأنه مجموع XBAR SQUARE بصير N طبعا إذا كانت ناقص XNORMAL M U SIGMA SQUARE فالEx تساوي MU و الـ X يساوي SIGMA SQUARE هون SIGMA SQUARE الآن معناها X تربيع تساوي SIGMA تربيع زائد مU تربيع و نفس الـ XBAR SQUARE بصير SIGMA تربيع على N زائد مU بعوضهم هون في المعادلة الأصلية اللي تكونت عندي فبصير 1 على N مجموع SIGMA SQUARE زائد مU محل XI SQUARE ناقص N ناقص على N ناقص 1 فيه الآن محلل XBAR SQUARE بكتب SIGMA تربيع على N زائد مU و بدخل الأقواس اللي بجمع هون بصير مجموع طبعا هذا ثابت هذا الجزء ثابت فبتصير مجموعه هو الثابت في N فبصير N SIGMA SQUARE زائد N مU هون بصير عندي ناقص N على N ناقص 1 فيه SIGMA تربيع على N زائد مU بدخل الواحد على N ناقص 1 لجوه والN على N ناقص 1 لجوه بصير عندنا N على N ناقص 1 SIGMA SQUARE زائد N على N ناقص 1 مU ناقص N على N ناقص 1 SIGMA تربيع على N الN مع N بتروح هون فبضل عندي SIGMA تربيع على N ناقص 1 برضو ناقص لأنه في عندي إشارة ناقص بره هون N على N ناقص 1 في 100 هذا المقدار وهذا المقدار متساويات بس مختلفات في الإشارة فمجموح صفر فرح يصير عندي المجموعة تبعهم N على N ناقص 1 ناقص 1 على N ناقص 1 سيجما سكوير اللي هي طبعا مقامات الموحدة بصير N ناقص 1 على N ناقص 1 سيجما سكوير تساوي سيجما سكوير الطريقة الثانية للإثبات نحن نعرف أن N ناقص 1 على سيجما سكوير S سكوير تخضى لتوزيع Chi سكوير Chi سكوير with N minus 1 degrees of freedom فال expected value لهذا المقدار ساوي N ناقص 1 يعني طبعا هذا لأنه النظري المرت قبل شوي قلنا أنه expected value لكي سكوير يساوي degrees of freedom والvariance يساوي 2 degrees of freedom 2 degrees of freedom فبصير عندي هون N ناقص 1 على sigma square في S في expected value لل S square ساوي N ناقص 1 N ناقص 1 مع N ناقص 1 مثل عند expected value لل S square تساوي 1 sigma S square نحظ هذا برهان وهذا برهان اختار البدا كيانت لما يعني لو الامتحان وجاه راح يكون ممكن يكون احد الاسئلة الان طبعا ممكن تطلع الvariance يعني هون ممكن تطلع الvariance لالس سكوير شو يساوي هذا هذا بترك وإلك ممكن يجيك سؤال بالامتحان عادي طبعا عندك تطلع ها عندك تعرف انه variance variance لثابت A X يساوي A تربيع variance لX هذه ملاحظة بس عشان نذكرك فيها طيب الآن central limiter ما اخذناها هنا بدون ما نذكر ها يمكن الآن لو كان عندي X1 up to Xn independent and unidentically distributed i id random verbs with mean mu and variance sigma square consider the average هون مسمينه A نحن متعودين نسميه X bar هذه A هي نفس X bar 1 على n مجموعة X i من 1 إلى n according to the large numbers طبعا هذا ملكوش في the average approaches the mean يعني هون بكون E لل mu لل an ساوي mu طبعا وال variance لل a n اللي طبعا اللي احنا اخذناها هنا x bar فبصير i لل x bar وال x bar اللي هو sigma تربية على n على n هون مثلا as the population gets large يعني كل ما كبر المجتمع كل ما كان الحك اللي بنحكي هون صحيح 100 بال 100 if you toss a fair coin many times يعني حنقول 1000 1500 2000 10 1000 إلى آخر the fraction of it will approach half يعني نسبة الصور اللي رح تظهر عندنا رح تكون تقريبا نصف عدد الرميات الآن t distribution لو كان عندي طبعا احنا بنعرف انه هاي باللوء برضو بال central limit theorem بنقدر ناخذها احنا عندنا لما بكون x bar ناقص mu على standard error اللي مر معنا هاي تخضع لتوزيع normal with mu و sigma تربيع على n اذا كانت sigma non اذا كانت sigma non وبخضع لتوزيع هذا طبعا هذا standard error في حال تكون sigma مش معلومة بصير t within minus one degrees of freedom لتكون sigma unknown الى اخر طبعا هاي اخذناها بطرق الاحصاء اذا اذا ذكرتوا طبعا derivation of t كيف بدي اطلع pdf لل t طبعا pdf لل t من الشغلات الصعبة شوي n كلهم بعتمدنا على n طبعا وهذا اللي هو طبعا بورجينا كمان كيف بعمل beta الجام بحولها الى beta طبعا هذا المقدار كله شون عمل عمليات التكامل والآخر طبعا هاي اللي ما اخذ special functions بقدار يكامل ها وبعدين لاحظ بالصورة هاي خليني اقلبها بالصورة هاي هيك تكون اوضح هيك بورجين العلاقة بين normal اللي هو الخط الاعلى اللي هو الخط المتصل والتي distribution with n واحد وثلاث وعشر وثلاثين لاحظ هاي لما بتكون الان واحد هذا اول رسم هون الانت وواحد الرسم البعدي هى ثلاث البعدي هى عشر البعدي هى ثلاثين يعني بيقول لك انه كل ما زاد كل ما اقترب الت من النورمال وبعدين هون ما اخذ مثال على T distribution the ceo of lightbulbs manufacturing company claims that an average lightbulb last 300 days a researcher randomly selected 15 bulbs for testing طبعا هاي عد testing testing احنا الان ما رح نعمل عملية test حتى نصل ل testing بس يعني انا بس حبيت او رجيك pdf ل t distribution وطبعا وطبعا ومرجينا هون كمان هذا جدول T كيف تم استخدامه اذا احتجنا رح نحتاجه اظن يمكن لك الدام شوي وبعدين هون معطيني برضو T و F كيف عملية ال اشتقاق اللي هم مش مهمات كثير بالنسبة لنا بس بدنا نعرف شغلة هون من خصائص F distribution لاحظ لما كن في عندي two random samples الاول له variance ما اخوض من population الvariance له sigma x square والثاني sigma y square ف S square على S square x على s square y على sigma square x على هاي تخضع لتوزيع F تخضع لتوزيع F distribution و معطيني هون شكل F PDF طبعا صعب جدا شكله بس في عندنا P وال Q هن ال parameters وبعطيني كمان هون بعض العلاقات بين F و بقول لي مقلوب F F مربع TF وبعطيني بعض العلاقات هون بس اكتب الملاحظة الاخيرة هون مقلوب F يعطي F مربع T يعطي F بس سايح للملاحظة الثانية اللي بدنا إياها ويعطي كل عافية لليوم ترجمة نانسي قنقر